اشتركوا في القناة السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من عجل تسويت النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية في طارق قرارات مجلس الامن منذ عام 2007 ويتعلق الأمر بالقرار ذاته الذي اعتمدته اللجنة الرابعة الشهر الماضي ويدعو جميع الأطراف للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للتوصيل لحل سياسي لهذا النزاع الاقليمي بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الامن منذ عام 2007 صحيفة هسبريس الالكترونية كتبت في آخر مستجداتي الإخبارية حصد قضية الصحراء المغربية انتصارا جديدا بعدم تضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المقبلة أي قيود تجاه تعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي مع إبقائها رسميا على تمارين مناورات الأسد الإفريقي 2023 في المغرب إلى جانب دول إفريقية أخرى خلال متصف العام القادم وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صدق موقعا على قانون تفوض الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2023 الجمعة 23 دجمبر 2022 بعد مصاري مصدقة تشريعية في الكونغرس الأمريكي بصمه التوافق الذي حصل بشأنه بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ وسنويا تحدد ميزانية الدفاع الأمريكية التي توضع رهن إشارة تدبير البنتاجون التهديدات المحتقة بالأمن القومي الأمريكي وكذا مسائل وقضايا التعاون الخارجي مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية عبر العالم ضمن سياستي الخارجية سيما في شقه العسكري والأمني وهو ما نجحت الرباط في ترسيخه مع واشنطن بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترومب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء منذ العاشر من ديسمبر من عام 2020 صحيفة بيان ليوم كتبت في عددها الصغدري ومغدن الأثنين بإرادة الرسخة والتزام ثابت من جميع مكوناته يواصل المغرب مسيرته بحزم وثبات نحو ترسيخ وحدته الترابية التي يعززها دعم دولي مضطرد لا لبس فيه للحقوق التاريخية والمشروعات للمغرب على قريمه الجنوبية وفي مقاربته الرامية للدفاع عن عدالة القضية الوطنية الأولى التي تستمد جوهرها من الرؤية المتبصرة والاستشرافية لصاحب الجلال الملك محمد السادس يعتمد المغرب على عمل دبلوماسي استباقي وفاعل وبفضل هذه الرؤية التي تمت صياغتها بعزم وإيمان تمكن المغرب من ترسيخ مكتسباته خلال سنة 2022 داخل هيئة الأمم المتحدة ففي قراره رقم 2654 الذي اعتمده في أكتوبر الماضي كرس مجلس الأمن بشكل لا رجعت فيها سموة ومستاقيتها وجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتية باعتبار الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي وفي إطار السيادة والوحدة الترابية لمملكة ورغم رفض الجزائر وصنيعة البوليسياريوم فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتية وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم القوي والواضح والرسمي من طرف عزز من تسعين دولة لمبادرة المغربية وكذا من خلال افتتاح ثلاثين دولة أخرى لقنصدية عامة لها في مدينة العيون والداخل في تعكيد لمغربية الصحراء يومية الصباح كتبت لا يزال الحفر يسيل بما يحدث في الرابوني من ضبابية في المشهد بشكل عام فكل ما كان معهودا قبيل كل مؤتمر لم يتكرر هذه المرة في ظل احتدام للصراعات والخلافات والانشقاقات التي أحرقت كل تلك الصور الاعتيادية داخل المخيمات حتى باتتطاحن السمة الأبرز والطاغية على كل أنشطة الحركة إذ تتكاثف الأحداث وتتركم كل مسببات الأزمة لتجعل من الظروف الحالية التي تمر منها أجنحة البوليسياريو قوة دفع في اتجاه الانهيار السريع والمدوي الذي يوازيه انهيار آخر أكبر طال أغلب المؤسسات الجزائرية بعد رحيل بوتفريقة وأضافة اليومية في كل الجلسات المغلقة التي كان يتم فيها تحديد مصاعر الناس بالمخيمات والتي يطلق عليها في عرف البوليسياريو دورات الأمانة الوطنية لم تعود سرا ولا ما يتم تداوله فيها حكرا على الأشخاص الذين يحضرون تلك المسرحيات صحيفة لطوصنس وسونت إلكترونية كتبت في آخر المستجدات الإخبارية تحتضن مدينة العيون يومي 11 و 12 يناير 2023 ندوة وطنية تحت عنوان الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء نحو مقاربة جديدة لتلميط الترابية بالأقاليم الجنوبية وذلك تخلدا لذكرى تقديم وثيقة الاستقلال وفي طار الدينامية الإيجابية للقضية الوطنية ومواكبة لأوراش التنموية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة الندوة الوطنية سيتم تنظيمها من طرف مجلس إيجاة العيون الساقي الحمراء وجامعة القاضي عياد بمركوش عبر المركز الوطني الدراسات والبحاث حول الصحراء التابعي لها بشركة مع ولاية إيجاة العيون الساقي الحمراء والمجلس الجماعي والإقليمي للعيون والمجال المغربي لإدارة المحلية والتنمية نستيل قراتنا لجديد الصحف الصادرة يوم غدنا ثلاثا من يومية الأحداث المغربية وكتبت النظام الجزائري مرعوب من كل انتقاد يجعل بعضا من الإعلام الجزائري يخرج عن السيطرة التي فرضها منذ إخماد جذوة الحراكة الاجتماعية واختار هذا النظام نهاية آخر أسبوع من هذه السنة لمداهمة واعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة راديو أيم وموقع مغرب إميرجون الإخبارية الذين تم أغلاقهما حسب ما ذكر موقع الإذاعة مساء السبت وكتب موقع إذاعة راديو أيم قائلا داهمت مساء السبت مصالح الأمن بالزي المدني مقر أنترفاس ميديا الناشرة لراديو أيم وموقع مغرب إميرجون بحضور مدير الموقعين ومؤسسهما الصحفي إحسان القاضي مكبل اليدين ونشرت إذاعة راديو أيم عبر صفحتها على الفيسبوك أن المقر تعرض للتشميع وحجز العتاد المتواجد فيه وحسب الإذاعة تم توقيف إحسان القاضي منتصف لترجم على السبت في منزله في بومرداس شرق العاصمة الجزائرية ولم تعرف أي أنباء عنه إلى أن تم اقتياده إلى مقر عمله لحضور تنفيذ أمر بالتفتيش ونقلت الصحيفة الإلكترونية الجزائرية جزائر تايمز أن الصحفي إحسان ظهر مكبل اليدين وسط رجال الأمن الذين قاموا بمصادرة عدد من كاميرات التسجيل الخاصة بالستوديو إلى جانب حاسوب ومعدات تقنية أخرى في حين لم يكشف بعد عن خلفيات هذه المدهمة ودوافعها وآثرت عملية المدهمة داشت الصحفيين والعمال وسط حالة السياء العارمة وكانت صحيفة The Economist البريطانية الرفيعة قد خصصت ملفا عن الأوضاع المتدهورة في الجزائر ونجحت في اختصار ما يعيشه الشعب الجزائري في كلمتين تلخصان هذه الغمة الجزائرية وهم الحقرة والحراغة وذلك في معرض تقديمها للوحة قاتمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي في بلد يقع في قبضة نظام سياسي عسكري متجاوز يحاول بكل الطرق تلمع صورته والبحث عن شرعية فوقية بقوة دهس كل صوت معارض وتعميم رشوة البترول الغازة لإسكاة الإعلام وسحق المجتمع المدني صحيفة أنفاس بيس الإلكترونية كتبت في آخر مسجداتها الإخبارية بإرادة الراسخة والتزام ثابت من جميع مكوناته واصل المغرب مسيرته بحزم وثبات نحو ترسيخ وحدته الترابية التي يعزها دعم دولي مضطرد لا لبس فيه للحقوق التاريخية والمشروع للمغرب على أقاليمه الجنوبية وفي مقاربتها الرامية للدفاع عادلة القضية الوطنية الأولى التي تستمد جوهرها من الرؤية المتبصرة والاستشرافية للملك محمد السادس يعتمد المغرب على عمل دبلوماسي استباقي وفاعل وبفضل هذه الرؤية التي تمت سياغتها بعزم وإيمان تمكن المغرب من ترسيخ مكتسبات خلال سنة 2022 داخل هيئة الأمم المتحدة ففي قراره رقم 2654 الذي يعتمده في أكتوبر الماضي كرس مجلس الأمن الدولي بشكل راجعة فيه سموة ومصداقية وجدية المبادر المغربي للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة ورغم رفض الجزائر وصنيعتها البوليساريو فقد عززت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة هذا الدعم الكبير من المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي وهو ما تجسد من خلال التعبير الصريح عن الدعم القوي والواضح والرسمي من طرف أزد من تسعين دول المبادرة المغربية وكذلك من خلال افتتاح ثلاثين دول أخرى قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة وفي تأكيد لمغربية الصحراء وهكذا تم التجيد تأكيد على هذا التكريس الواضح من قبل العديد من الدول والمجموعات الإقليمية ومقدمية الملتمسات الذين تعاقبوا على منصة اللجنة الرابعة لجمعي العامة للأمم المتحدة للتعبير عن دعمهم للعملية السياسية الأممية وإبراز الجهود الصادقة والجدية للمغرب والتي يجسدها مخطط الحكم الذاتي فطيلة شهر اكتوبر وأوائل نوامبر أعرب صفراء وممثلوا الوفود والتجمعات الإقليمية أيضا عن قناعتهم بالسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كما أبرزوا وجهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والأوحد للصراع الإقليمي حول الصحراء صحيفة ماي اليوم كتبت في عدد الصادر يوم قد أكد فاعلون وخبراء مغاربة وأجانب أمس الأحد بجماعة تويزكي بإقليم أس الزاق على أهمية هندسة العرض السياحي بالإقليم من أجل تنمية وترويج وتسويق المنتوج السياحي للمنطقة وأبرز متدخلون من المغرب والأرجنتين وإسبانيا وتونس والأردن خلال ندوة حول الموضوع مقومات السياحة الصحراوية وسبول تنميتها والتي نظمت ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الدولي للرحل بجماعة تويزكي والذي ينظم ما بين 24 و 26 من الشهر الجاري أن منطقة تويزكي وإقليم أس الزاق كل يزخر بمؤهلات طبيعية وتراث ثقافي وسياحي هائل يتعين فقط استغلاله بشكل كافي وفي هذا الصياق أكد أحمد كثيري أستاذ بالمعهد العالي للسياحة بمدينة مالاقا بإسبانيا أن هذه الندوة فرصة بالنسبة لإقليم أس الزاق من أجل تسويق وترويج منتوجه السياحي لأن المنطقة تزخر بتراث غني وهي كانت منذ القدم ممر للقوافل التجارية غير أن هذه الوجهة السياحية يضيف سيء الكثير غير معروفة عالميا لأن مؤهلاتها الطبيعية وتراثها الثقافية لا يتم استغلاله بشكل كافي وتابع أن الحلقة الأهم التي تنقص العرض السياحي للمنطقة هو التسويق والترويج خاصة أن المنطقة غنية بمعالي ثقافية وتراث مادي ولا مادي صحيفة أدخوصونس وصونت الإلكترونية كتبت في آخر مسجدات الإخبارية تستمر عمل توراش التي أطلقتها الحكومة في توفير العديد من مناصب الشغل لفائدة شباب العاطلين عن العمل وذلك عبر عرض الكثير من فرص الشغل في إطار خطة موطنية تادف بالأساس إلى محاربة البطالة والرفع أيضا من المستوى التعليمي في الشق الخاص بالرفع من جودة التعليم في بلادنا وفي تصريح لأدخوصونس وصونت تحدث محمد الزروالي مدير المصالح بمجلس الإقليمي للعيون عن أوراش خاصة بالتعليم بما فيها الدعم المدرسي والثقافة وحماية البيئة وتأهل المؤسسة التعليمية والتنشيط الثقافي والرياضي والاجتماعي هذا الأخير الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 100 شخص والذي استمر لمدة ثلاثة أشهر كما أضاف المتحدث أن الورش الخاص بالدعم المدرسي بإقليم العيون قد استفاد منه 600 مجاز ومجازة تم تكوينهم من طرف الجمعيات والتي يصل عددها إلى 6 جمعيات بإقليم العيون كان للمركز الجهولي الابتكار والتجربة التربوي بالعيون منها نصيب الأسد وذلك بحكم تجربة رائدة في هذا المجال